اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا عايزين هكذا احنا عزمتنا مع الحدثة هي دي هزيمة الانسان الساحر امام الانسان الصام محمد هو اللي كان يعني ماسك القرآن زي مصباح على الدين قرآن زي مصباح زي مصباح على الدين عايز حاجة حك المصباح يطلع لك الجني يجي له جبريل كده على كرسي بين السماء والارض شبيك لبيك عبدك وبين إليك عايز ايه فكفي مراحل للموضوع ده عايز اول حاجة يقول له بيشتموني بتوع قريش يقوله عليك يا حبيبي يقوله عليها مجنون يقوله وما أنت بنعمة ربك بمجنون عايز كمان وإن لك لأجر غير ممنون عايز تاني وإنك لعلى خلق عظيم مش هما اللي يجوا يعترفوا بأخلاقك أنا اللي بقولك وإنك لأخلاق عظيم مش هما اللي يجوا يعترفوا برحمتك وليناك لا أنا اللي بقولك وما أعسناك إلا رحمة للعالمين يعني بقولك ضرب الرقاب وبقولك قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بقولك حتى يعطوا الجيزية عن يدن وهم صاغرون يعني دزلهم ومع ذلك مدام أنا قلت لك أن أنت رحمة للعالمين تبقى رحمة للعالمين ممكن أشوف؟ فضل حضرتك أنا عايز اثنين كيلو لحمة متردية لبطل صيبك بقى من لحمة متردية بقى رمضان يا أخي هرسنا الموضوع ده كتير رمضان خلينا في محمد طيب طيب حلاص لو أنت عزدك أي حاجة عايزها محمد بس يعمل كده على المصبح حيجي جيبريل شبك لبيك عايزه أنا بنيديك اه أي حاجة نفسك فيها أنت عايز خمس الغنايم اه ادي جيب لك خمس الغنايم هاتق يا يا ابن من عناي لله و للرسول اه هو الله حنحطه بس اه حنحطه عشان الناس ما تقولش حاجة ادلوا خمس الغناء لو نجايتوا من رسول تعملوا ايه لو عايزين تيجوا تناجوا الرسول في بيته عرف انت الآية اللي هي بتاعت فقدموا بينهم يدي نجواكم صادر بص انا عايز عايز نطبق المبدأ ده على آية انت عارفة اول اللي هي اللي هي وعد تقوله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه تعالى قل لي فين مصباح السحر مصباح السحري هنا مصباح محمد هي القصة بسيطة جدا النبي حسب التفسير الآية راح عند زايد اللي هو ابنه بالتبني وزينب مراته اللي هي بنت عمته يعني أصلا بنت عمت محمد فلاقيها كانت لابسة مش يعني متخففة شوي لابسة لبيت ففتنته فهو يعني محمد في الموضوع ده ما كانش يعرف يستحمل يعني فبسم الله ما شاء الله بس ما يصحش اشتهاه ما يصحش اشتهاه ما يصحش هو بين 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 نارين مرات ابنه حيقوله ويه لا وبعدين ايه مرات ابنه وهو اللي مجوزها له غصبا عن أهلها بآية من القرآن اللي قبلها اللي قبلها اذا قضى الله ورسوله اه وما كان المؤمن ولا مؤمنة مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان تكون لهم الخير ملكش خيار لان الله اختار رفا ربنا اختار زينب لزين في ستة وتلاتين زوجها بآية في سبعة وتلاتين طلقها وتزوجها بآية ده احسن مصباح سداني فهو عايز يطلع من الازمة دي كلها لو عملها كده حيبصوله الناس ويقوله ده بيستهبل بعدها فيبطل الكلام ازاي عشان القيل والقال يبطل انه هو اه متعالن انا اراها وانت اتعلق علي فضل ويتقوله الذي انعم الله عليه وانعمت عليه اهي الحتة اللي قلنا محمد والله انعم الله عليه وانعمت عليه الاتنين احنا انعمنا عليه امسك عليك زوجك بتقوله خلي عندك مراتك بس انت يعني واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرى زوجناك طلع الجن من طلع الجن من القمقم جبريل طلع من المصباح زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن عمل لفة عمل لفة بنت كلب اول حاجة اول حاجة ان هو ايه اشتهها وورى زيد انه بيشتهيها فزيد عايز يطلقها له ويدهاله ده القصة القرآنية فمحمد يا ابني ما يصحش يعني اطلقها يعني امسك امسك عليك زوجك هو عايزها بس هو يعني اه بس كده عشان الفيلم اي كلام فربنا ما يخلصوش ربنا الموضوع ده مستحق اه يا اخوانا مستحق اه يا اخوانا احنا هنستفد من موضوع ده النهاردة في زماننا اللي احنا عايشون فيه ده كده هنستفد منه كتير فطبعا امسك عليك زوجك وعلى فكرة يا محمد انا عارف ان انت تخفي في نفسك كانك البت انت عانك منها وانا عارف اه وانت بتخاف من الناس وانت بتخافش مني انت بتخاف من الناس وانت شخاف مني ما انا بقولك اتزوج اخ خاف مني واتجوزها اه تعرف مسلاح وكان امر الله مفعولا اه لابد ان يدخل بها لا بد ان يدخل بها ينصر ديج wise لا بد ان يدخل بها لا بد ان يدخل بها يدخل بها عمر الله مفعولا وكان امر الله قدرا مقدورا القادة لو حد نسبة الوحي والكلام الفارق وركز في القادة دي كواحد products ظبط تثبيتاً نفسه عايز يتجوز هيكتشف ان عمال يدور ويلف وربنا هو اللي عايز كده ولازم تعمل كده ولو ما عملتش كده يبقى ربنا يزعع لك ومش عارف ايه بتاع قال له انا اشتهيت زينب طلع قال له حاضر انت تبقى تقرأ from my eyes اللذيذ بقى لما تيجي تقرأ في التفسير انت تطلب انت تؤمر يا حبيبي لما تيجي تقرأ في التفسير يقولك ان الرسول دايماً لما كان ينزل عليه الوحي كان بيبقى مكتئب الا في السوق الآية دي لما الآية دي نزلت عليه كان مبتسم وكان بيعني ايه ارسله لزينب بشروها اه بشرو خلاص جاء الفرج ربنا هو اللي جوزها وطلقها وجوزها تاني بثلاث آيات حتى زينب بمتجحتك بتمشي في البيت كده ممكن انت يعني ايه ارض تهدي ما عليك اهدي بقى يا عيشة ده انا اللي ربنا نزل فيها تلاث آيات انت ربنا نزل فيك آية واحدة كده زوجها من السماء السبع زوجني مرتين بقيتين يا سلام البشرية النهاردة بقى احنا بنستفيدة بالموضوع دو ليه عشان ايه يلغي التبني التبني كان ضر البشرية في ده بالعكس في الزمن اللي فيه حروب اللي فيه ناس بتموت واطفال بيتيتموا النهاردة اللي فيه فقر في العالم كله لما واحدة زي مادونا ولا انجليلا جولي تروح وتتبنى اطفال وتديهم اسمها ما تعيشهمش اذلاء ولكن كابناءها ده شيء جميل جد ربنا ما تضايق من الموضوع ده ليه وانت يا محمد ياللي كنت ياتيم ايه اللي مضايقك في كده لابد ان يدخل بها طيب يا جماعة طيب ما تطلع يطلع لنا واحد كده عايزين شيرز مرة ده واحنا متكلم عن شيرز يعني الله والرسول بيعملوا شير لبعض بيعملوا شير بيعملوا لايكات لبعض وشير اه دي شير يعني فعملوا شير الله يخليكم يعني بلاش نستخدم المصباح والحكاية دي كلها خلوكوا يعني طيبين وكريم وكرماء في شهر رمضان الكريم وكل عام وانتم بخير الى اللقاء اشتركوا في القناة